بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة النهاردة ان شاء الله هنكمل شابتر 2 وهنتكلم عن حدود اثر برج اللي احنا اتكلمنا عليها في part 4 وعليفنا ان هي liquid limit و plastic limit و shrinkage limit ودي بتبقى للطربة النعمة والنهاردة هنبتدي اول حدود او اول حد من حدود اثر برج اللي هو liquid limit ايه تعريف liquid limit زي ما قلنا في part الماضي او الجزء الصابق تعريف liquid limit او حد سيولة هو عبارة عن مين water content water content ده بيفصل ما بين مين بين الحالة مين liquid state of soil يعني الحالة السائلة للطربة والحالة البلاستيك state أو الحالة اللدنة للطربة يعني لو انا قدرت اعرف liquid limit دوت ممكن اعرف الطربة بتاعتي هل هي في حالة سائلة ولا في حالة لدنة طيب الكلام ده هنعمله ازاي ده عن طريق جهاز اسمه جهاز كازاجراند جهاز كازاجراند زي ما انتا شايفه عبارة عن طبق والطبق دوت مرتبط بيد هنا بتلف كل ما اليد ديت تلف اللي بيحصل ان الطبق ده بيطلع لفوق ويروح نازل يطلع وينزل اللي بيطلع وينزل ديت لازم عن طريق المصامير ديت ابتدي ازبط الطلعة والناس ده بتاعته لازم المسافة اللي هو يطلعها وينزلها بتبقى تقريبا حوالي سنتي ودي بتتحدد عن طريق مين عن طريق القطعة اللي انت شايفها ديت بتاعت كازاجراند بحطها تحت هنا هوت واعرف الطربة او اللي صحن ده طلع مسافة قد ايه ولا نزل مسافة قد ايه فاحنا هنجيب الجهاز كازاجراند دوت وهنجيب الصير بتاعتي وحطها في الفرن يعني لازم تكون مجففة وبعدين امررها من منخ الرقم 40 وتبقى الطربة عندي جهزة عبارة عن شويت بودرة احط عليها كمية مية كمية مية مناسبة يعني ما تبقاش الطربة سيلة قوي وما تبقاش يعني نشفة قوي احطها بالخبرة دي تقدر تحط كمية المية عليها وتخلطها كويس جدا وبعد ما تخلطها تبتدي تعمل ايه زي ما انت شايف تفردها في الايه الطبق اللي قدامك ده فرد الطربة في الطبق اللي قدامي ده مفروض ان انا هجيب مين السكينة بتاعة كازا جراند وابتدي اشق الطربة دي يعني بدل ما تبقى يعني قطعة واحدة هتبقى فيها شقين زي ما انت شايف اهو احنا هنا شقينا الطربة وخلينا الجزء ده منفصل عن الجزء دوت عن طريق سكينة كازا جراند لو تبص على الشكل ادي الشق بتاعي الشق ده طبعا طبقا لمين للديمانشنز بتاعة السكينة بتاعة كازا جراند خلاص شقة التربة السؤال دلوقتي بقى انا شقة التربة ايه المرحلة اللي جاية مفروض التربة دي او الطبق ده هبتدي طلعه فوق ونزله تحت طلعه فوق ونزله تحت عن طريق مين عن طريق اللي احنا قلناه مين الملف ده او اليد دي هبتدي الفها كل ملف ايه اللي يحصل دي هتطلع وتنزل تطلع وتروح نزل عن طريق وزنها تطلع وتنزل عن طريق وزنها لما تطلع وتنزل عن طريق وزنها تبتدي تنساب الطربة دي ويرتدو الشقين دولة يقتربوا من بعض طيب أنا أفضل أعد أعد عمال ألف كل لفة بعملها بعد ده 1 2 3 وهكذا لحد إيه؟ لحد ما لاقي أن الطربة دي المسافتين أو الشقين اقتربوا لمسافة تقريبا نص إنش يعني 1 وربع تقريبا سنتي طالما حصل الالتصاق دي على المسافة نص إنش دي أروح موقف التجربة وأقول أدي إن أو عدد اللفات عشان يحصل الالتصاق اللي هو الواحد سنتي ده طيب إيه الخطوة اللي بعد كده؟ خطوة اللي بعد كده أخد جزء من السويل دي جزء صغير جداً وأبتدي أعمل له الوطر كونتينت طب أعمل له وطر كونتينت إزاي؟ زي ما تعلمنا هنجيب علبة فاضية ونوزنها ونقول ده دابل ومين واحد وبعدين أخد الطربة دي أحطها فيها وأوزنها بالعلبة ونسميها دابل واتنين وبعدين أحطها في الفرن لمدة 24 ساعة في درجة حرارة 110 درجة موية أو 105 لحد مية دعوة 110 والطربة هيحصل لها إيه؟ هتبتيجي تنشف فأجيب دابل ومين تلاتة وزي ما تعلمنا أطرح دابل واحد من دابل واتنين هجيب الدابل وطل وهطرح الدابل واحد من الدابل وثلات هجيب الدابل واس بقى عندي الدابل واس والدابل وطل هقدر أجيب منها الدابل ووطر أقسمها على الدابل واس هقدر أجيب الووتر كونتنت الأولاني اللي هو خاص بالإن الأولاني المفروض أن أنا أبتدي أخسل الجهاز ونظفه أرجعه زي ما كان جهاز جاهز والطربة لسه عندي وفيها شوية مية أبتدي أزود شوية مية تاني وبعد ما أزود شوية مية أبتدي أعمل إيه؟ أفرد الطربة في الجهاز وهو نضيف بقى وبعدين أبتدي أشق الجهاز بالسكينة شقيت الجهاز بالسكينة زي ما أنت شايف أبتدي ألف الجهاز هنا ألف الجهاز طوق أطلع وانزل أطلع وانزل لحد ما الطربة يحصل لها التصاق لمسافة نص إنش وأبتدي أطلع إن مين؟ اتنين ومع نفس الكلام أطلع الووتر كونتنت مين؟ اتنين أبتدي أقرر التجربة ديت أربع أو خمس مرات وأبتدي أعمل علاقة أو أعمل جدول ما بين الووتر كونتنت عمال يتغير مع الإن لاحظ إن انت كل ما هتزود المية إيه اللي هيحصل في ال إن ديت؟ أكيد ال إن ديت هتقل ليه؟ عشان أنت المية زادت فالطربة بقت سيلة فهتبتدي أول ما تك 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 هتروح ملتصقة مع بعض على طول عشان كده الووتر كونتينت والإن دي علاقة إيه علاقة عكسية ده يزيد ده إيه جي إل واجيب كمان مين لوج إن بتاعت القيم ديت كلها عشان نرسم العلاقة ما بين مين الووتر كونتينت والإن بس خلي بالي من ملحوظة إن الإن بتاعتي ديت لو لقيتها أكبر من أربعين يعني عدد دقات كتير قوي تربة دي نشفة إنت للأسف المية اللي حطتها ما عندكش خبرة فالمية اللي حطتها كانت ملق مية قليلة فحاولت تزاود المية ولغت تجربة ديت أما لو لقيت الإن بردك أقل من كم من خمستاشر بردك تعتبر التربة ملها سيلة قوي يبقى المية اللي فيها كتيرة إما جففها إما حط عليها شوية سويل صوليد من التربة اللي انت حطتها في الفرن طيب عملنا الجدول يبقى لازم نبتدي نرسم العلاقة ما بين مين ما بين اللوج إن وما بين مين الووتر كونتينت اطلع لي نقطة هي ونقطة هي ونقطة هي العمله هنا ثلاث تجارب كفاية وبتدي يعمل إيه بقى بتدي يرسم بستفتنج الخط ده خط مستقيم بالمسطرة الخط ده هيترسم مش لازم يمر بالنقط كلها هو بستفتنج يعني أفضل توقيع ما بين النقط ده وخط مستقيم الخط ده بيسموه الفلومين كيرف بتاعي وهاجي عند لوج كام 25 25 واطلع كده اروح ماشي كده هو هقدر اطلع الليكود ليمت اللي أنا عايزه يبقى الليكود ليمت في المسألة دي كان طلع كام 58% واضح طيب طب لو أنا قلتلك عرف لي الليكود ليمت بس مع مالي هتقول لي ايه سهل جدا من الرسمة دي هو عبارة عن ايه هو ووتر كونتينت يعني الليكود ليمت ما هو الا ووتر كونتينت بس عند مين عند 25 دقا من جهاز مين كزا جراند ده تعريف الليكود ليمت معملي طب لو عايزين نحسبه حتى في المسائل كارقام نجيبه ازاي لو أنا مديك الفويد ريشيو بتاعة التربة عند الليكود ليمت تقدر تجيبها إزاي هاقولك أن الاس في الاي بتسوي ال جي اس في الووتر كونتينت صح الاس عند الليكود ليمت معروف أن هي بكام بواحد عشان الديجري of saturation عشان هي fully saturation وهنا الليكود ليمت هسميه أو الووتر كونتينت هسميه الليكود ليمت يبقى بيس intricate عام preço ايه على الجي اس بس مش أي ايه الاي بتاعت الخاصة بمين بالليكود ليمت طالع ما جبت الاي بتاعة الليكود ليمت وقسمتها على الجي اس يبقى ادرس اجيب الليكود ليمت بتاعي حسابي شكرا شكرا